فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار عن عصوان بن عفان رضي الله عنه قال من من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فصلى هذه الصلاة الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن هديكم الله صحب لكم هل الجني غرة إن قالها الطبيب للحفاظ على صحة الأم أما إذا نزل للضرورة والحفاظ على صحة الأم لا ليس عليها غرة يعني ليس عليها دير لأنها ليست قاتلة له رضي الله عنك حنا والطبيب هنا يكون مضطرا لا يكون على يديه أيضا لا يكون على يديه وفي رواية أيضا عن حمران مولى عصمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضع فأسبغ الوضوء ثم خرج يمشي إلى الصلاة المكتوبة فصلى الله مع الإمام وغفر له من ذنبه هذا في مسلم يقول حمران مرت على عصمان بفخارة ماء أو بفخارة من ماء فدعى بماء فتوضى فأحصل ودوء ثم قال لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أو مرتين أو ثلاث ما أخبرتكمه ما توضع عبد فأسبغ الوضوء ثم قام الأصلاة فصلى الله إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة الأخرى قال محمد المكعب وكنت إذا سمعت حديثا من الرجل من أصحاب رسول الله التمسته في القرآن التمسته هذا في القرآن فأولدته بقول الله تعالى إن فتحنا لك فتحم بينا ليغفر عليك الله وما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك فقلت إن الله لم يتم نعمته على النبي حتى غفر له ذنوبه ثم قرأت في صوت المائدة يا أيها الذين أمنوا إذا قمت من أسواتي فاغسروا وجهكم إلا قالوا إلي تم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فعلمت أنه لم يتم عليكم النعمة حتى غفر لكم قال أبو بكر وهذه الآية تشتمل على طهارة المحدث والجنوب جميعا على التطهير بالماء والطراب عند عدم الماء طيب هنا عندنا الرواية رواية عن عثمان عن حمران مولى عثمان عن عثمان ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فصلى هذه الصلاة الخمس إلا كانت كفر لمعينهم هذا الحديث فيه مسائل ثلاثة المسائل الأولى في قول ما من مسلم يتطهر قول ما من مسلم قيد يخرج بذلك الكافر إذا توضأ فإنه وإن كان على قول جمهيل أهل العلم أصوليا مخاطب بفروع الشريعة لكنه إن آت بها لا تنفع ولا تصلح ولا يعتد بها لقول الله تعالى من عمل صلاحا من ذكر أو أنثى ثم اشترت قال وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة فالكافر مخاطب بفروع الشريعة ولو أتى بها لا تقبل ولا تصح قال فيتم الطهور الذي كتب عليه وتمام الطهور معناه أنه يأتي بالواجب عليه فقط دون الزيادة ولا النقصان اتمام الطهور أن يأتي بالواجب عليه دون الزيادة أو النقصان قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتون أسراتي فاخسروا وجهكم وانديكم المرافق وامسحوا برؤسيكم ورجعكم من الكعبين أن يأتي بأركان الودوء لا يزيد على ذلك ولا ينقص هذا تمام الودوء والكمال أن يأتي به مع سننه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك قال فصل الصلاة الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن وهذا جاء صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الخمس كفارة لما بينهن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرم بباب أحدكم يتطاهر في المرء في اليوم خمس مرات في اليوم والليلة هل يبقى من ضرنه من شيء؟ هل يبقى من ضرنه من شيء؟ قال لا يبقى من ضرنه لا يبقى من ضرنه من شيء قال هكذا الصلاة الخمس يعني كفارة لما بينهن وهذا كله من رحمة الله وسعة رحمة الله بالعبات والجماهير يحملون هذه الأحاديثة التي جاءت مطلقة وجاءت عامة يحملونها على التقييد الذي جاء عن النبي مجدونبة المقتلة مجدونبة الكبيرة يعني تكفير الصغائر طب لو لم يكن له صغائر وكان له كبار يقلل من عظيم إثمها يقلل من عظيم إثمها طب لا كبار ولا صغائر إلا القليل فينفي صغائر وبعد ذلك تكتب درجات له وهذه المسألة الثالثة هي أن الكفارة هنا كفارة للصغائر لا الكبار عند جماهير أهل العلم نعم الصلاة مهلكات للسيئات لذلك عليك أن لا تنظل لأحد بسيئة أو بمعصية قد أهلكها الله له عندما حافظ على الصلوات إن وجدته محافظا على الصلوات فإياك أن تنظل له بعين المعصية وفي الوقت قال من توضأ فأسفغ الوضوء ثم خرج يمشي إلى الصلاة المكتوبات فصلى الله مع الإمام إلا غفر له ذنبه غفر له ذنبه قلنا هنا الإضافة إضافة عم لكن أيضا الجماهير حملوها على التقييد يعني غفر له ذنبه الصغير لكن هو أصلا بيهلك السيئات لأنه عند الودوء تتساقط السيئات من كل عضو من أعضاء الودوء مع آخر قطرة من الماء كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يذهب إلى الصلاة ترفع قدم يعني ترفع درجة وتحط خطيئة كلما خطى خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وقوله فأسبغ الإسباغ كما قلت هو التمام الإسباغ هو التمام أن يأتي بأركان الودوء تام نعم وفي رواية عن الحمران بأن آثمان توضأ وقال لو لا أنني سمعته من النبي أكثر من مرة ما أخبرتكمه وهذا فيه الحيطة على رواية الحديث وهذا فيه الحيطة على رواية الحديث خوفا من قولي صلى الله عليه وسلم من تعامل الكاذب عليها فليتبأ مقعده من النار أو قال من 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 حدث بحديث يرى أنه من الكاذب عليه شفي يظن نعم يرى أنه من الكاذب عليه فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين لذلك قال ما أخبرتكم إلا أنني سمعته من النبي أكثر من مرة ما توضأ عبد فأسبغ الودوء فأسبغ الودوء وخلنا كيف الإسباغ ثم قام إلى الصلاة فصلاها إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى وهذه معناها أن الصلاة كفارة لما بينهن من السيئات ومحمد الكعب هنا فقه راقي يعني هو بيقول ما سمعته حديثا إلا وجدت والتمسته في القرآن وهذه معناها أن السنة جاءت موافقة لكن لابد أن تعلم السنة جاءت مبينة جاءت موافقة جاءت مستقلة يعني هناك أحكام مستقلة للسنة حتى لا يقال لا ناخذ من السنة إلا موافق الكتاب وهذا قول أهل الضلالة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لا ألفيننا أحدكم شبعين على أريكتي يأتي الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا إن وجدناه أخذ نبيه وإلا يعني رضدناه من العلماء قال إن فتحنا لك فتح موين لأغفر لك الله ما تقادل من ذنبك وما تأخره ويتم نعماته عليه قال أتمام النعمة مغفرة الزنوب ولما قال الله تعالى قال الله في آخر الآيات وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وإتمام النعمة هنا هو بمغفرة الزنب فحمل هذا على ذاك وعلم أن من أعظم المنا والنعم مغفرة الزنوب وجعل الله جل فعلا لها سوبلا منها الصلوات منها العمر للعمرة منها الحج للحج منها الصيام أي كل ذلك مكفرات وهي نعمة لمغفرات الزنوب فالنعمة غفر لكم ذنوبكم ولذلك النبي قال قال لأهل الإيمان قال قال واتقل حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخارق الناس بخلق حسن وقال إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعالمية بالعالمية لأن بالإحسان يهلك السيئة الفواد المصنبطة الحرص في رواية النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبت سعة الشريعة الفائدة السيئة رحمة الله بالعباد أن جعل لهم مثل هذا الخير العميم بمغفرة الزنوب عند من علام الغيوب عند المخارج لذلك وهي الصلوات لفيا سيئة تفضلوا لفيا سيئة تفضلوا لا لا نقول النبي ليس مشرعا النبي ناقل للشرع والسنة تشريع هذا الذي يقال النبي ناقل للشرع لأنه ناقل والسنة تشريع لأنها وحي كما أنه القلان وحي لفيا سيئة تفضلوا النبي ناقل للشرع ولشيخنا همتون ناقل للشرع فنالت من فنون الدين ريا لفيا سيئة تفضلوا لفيا سيئة تفضلوا ناقل للشرع